طيب الجزء الثاني وهو متعلق بقى مباراة الجونة والأهلي وانا بالتأكيد يعني مدرك تمام العلم ان جمهور النادي الأهلي حزين بسبب التعادل بالأمس وزعلان ان فيه نقاط الأهلي بيفقدها في الفترة الأخيرة فظل كمان ان فيه تغيير للجهاز الفني والمفروض تكون دوافع بالنسبة للعيبة أمام الجهاز الفني عشان كل واحد يحاول يثبت وجوده في الفترة اللي جاية التعادل مع الزمالك الجمهور الزعل كسبت بيرامتز في الكاس وكسبت بتروجت في الكاس يعني النتائج تعتبر جيدة لكن برضو الجمهور كان بيتمنى يكون فيه أداء أفضل من كده جيت في مباراة سموحة مباراة هجومية على أعلى مستوى عملت فرص عديدة جدا لكن أهضرت كل الفرص وخسرت بسبب أخطاء دفاعية 2-3 ف3 نقاط طاروا منك في لقاء سموحة دخلت على مباراة الجونة ودي أول مباراة بيدرها ريكاردو سواريش في الدورة العام وبرضو الجمهور هو الجمهور مش بيركز على فكرة أنك بتضيع فرص ولا بتضيعش فرص الجمهور بيركز على فكرة فيه حمية في الملعب ولا لأ فيه غيرة على تي شيرت النادي الأهلي ولا لأ وارد أن يكون فيه إجهاد وارد أن يكون فيه عدم تركيز بسبب الإجهاد الزهني وارد أن يكون فيه ضغط مطشاط لكن في نفس الوقت الجمهور آه مقتنع بكل التفاصيل دي لكن في نفس الوقت عايز حمية في أرضية الملعب أنك تموت على التي شيرت بحس أنك ما تخسرش أي نقطة أنك ما تقررش نفس أخطاء الموسم الماضي أنا أتمنى أتمنى أن اللعيبة تبقى فيه جلسة مع النفس قبل ما يكون فيه كلام من الجهاز الفني من مدير الكورة الاجتماعات اللي بتنبه في الفترة الأخيرة أتمنى اللعيبة نفسها تقف مع نفسها وتتكلم اللعيبة تكتمى مع بعض تشوف الفترة اللي جاية هل فيه مساحة أن احنا ممكن نفقد نقاط تانية الفترة الجاية ولا لأ يعني خلاص بعد ما كان عندك الفرصة أنك تتفوق على الزمالك بخمس نقاط وكان عندك الفرصة أنك تكسب الزمالك في مباراة الدور التاني وبدل ما يبقى الفرق خمس نقاط ممكن يوصل لثمان نقاط دلوقتي أنت لسه عندك مباراتين مؤجلتين مع الإسماعيل والمقاولين ومع ذلك فرق النقاط خلاص مش موجود وأصبحته متساوي مع الزمالك في رصيد النقاط في حال إذا فزت على الإسماعيل والمقاولين مش عايز أقول الفوز في المباراة المؤجلة أننا قلنا ده السنة اللي فاتت وقلنا السنة دي ومع ذلك بنفقد نقاط هل ده ممكن بيدي مساحة أن اللعيبة تشعر أن فرق النقاط ده في مصلحيتها فبالتالي بيكون فيه هدوء نسب شوية في الملعب؟ مش عارف هل ضغط المطشاط عامل إجهاد زهني؟ فمسألة إهضار الفرص الكتير أمام المرمى؟ ممكن يكون ده سبب ما أنت بتخلق فرص؟ بتخلق فرص؟ بتضيع فرص؟ أه بتضيع فرص كتيرة لكن في نفس الوقت إيه الأسباب؟ في كل الظروف وكل الضغوط دي لما يجي جهاز فني دايما إحنا بيبقى شايفين أن أي فرقة في العالم لما بتغير جهاز الفن وبيجي مدير فن جديد عارف أنت فكرة إيه؟ أن أنت داخل على شغل جديد فبيبقى فيه حماس الشغل والحمية اللي أنت تثبت للمدارب الجديد اللي أنت جزير أنك تلعب في التشكيلة الأساسية برضو جمهور أنا بنقلكوا لسان الجمهور أو الجمهور بيتكلم في إيه؟ الجمهور زعلان أنه فكرة أنه نحن بنقرر نفس سيناريو الموسم الماضي فالأفضل من دلوقتي وله لسه في الجولة العشرين بالنسبة للأهل أو الواحد وعشرين فبنتكلم بأنه حوالي 13 مباراة بتسعة وثلاثين نقطة لو فيه وقفة مع النفس واللعابة الكبيرة اجتمعت باللعابة الصغيرة وفيه تركيز أكتر داخل الملعب أعتقد الفترة اللي جاية مع الفرص اللي بتجنى والاستحواز اللي دايما موجود في كل مباراة الأهلي لصالح فرقة الأهلي ممكن نكسب المنشطات الجاية لأن الأخطاء لو أنت عندك مشكلة في إهدار الفرص أو في ضياع النقاط ممكن الأداء ما يكونش على المستوى المطلوب معنا أن الأداء مش على المستوى المطلوب يعني أنت ما بتوصلش لمرمى المنافس بس أنت بتوصل لمرمى المنافس آه ممكن بتوصل على فترات بس بتوصل أنت لو استغلت فرصة أو اتنين فماتش الجونة أو فماتش سموحة كنت كسبت الست نقاط بس خلاص مراحل وانتهت أو مباراة وانتهت مش هنكلم فيها كتير نركز في اللي جاي عشان ما نقررش نفس الأخطاء اللي حصلت السنة اللي فاتت